وشهر الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بيكو في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برنامج صالون صحة الكثير من الناس ما يعرفوش انواع البشرة بتاعتهم وده بيتسبب في متاعب كتير للطرق اللي بيعتنوا بيها للبشرة كل بشرة من البشرات المختلفة لها طريقة معينة في التعامل لها طريقة معينة في العناية وعشان تعتني ببشرتك لازم تعرف ايه نوع البشرة بتاعتها طبعا عشان نعرف نوع بشرتنا مش هلاقي افضل ولا اقوى من الدكتورة سارة المهدي وهي واحدة من افضل المتميزين والمتخصصين في هذا المجال دكتورة سارة المهدي خاصة تغزير علاجية والعناية ببشرة والشعر انا برحب بك من ورانا يا سارة البشر البشرات زي ما احنا عارفين ان هي انواع مختلفة كل نوع من انواع مختلفة للبشرة بيبقى لها طريقة معينة في العناية ازاي افضل نعرف نوع بشرتي ازاي اعرف نوع بشرتي في عندنا طريقتين فيه ناس بتعرفها حاجة كده فيزيكلي يعني ممكن تعرفها من اللي هاتس حالصبحي تلاقي دهون كتير على طبقة البشرة بتبقى منتشر على كل البشرة بتاعتها فهنا تبقى عارف ان هو دهنية لان هو لا دهون فيه ناس بتقول يا دكتور انا بلاقي زيت على بشرتي تمام فيه برضو بقى اللي هي اللي بتساوي البشرة الدهنية اللي هي المختلطة يبقى نفس الاحساس دهون بس في حاجة منطقة اسمها التي زون اللي هي حرف التي يعني تبقى على الجبهة وعلى النوز او على الانف لكن التشك اللي هو الخدود بتبقى جفة جدا يعني يقول يا دكتور ده انا الدهون هنا افرزها كتير جدا لكن الخدود عندي جفة جدا طبعا انا هقول كل نوع هتتعامل معها ازاي بس خلينا نقولي الاول اعرف النوع ده من الدهون ازاي اعرف النوع ازاي اه يعني ده فيزيك اللي بس ان انا جاست ان انا بشوف او بتابع بشريتي اول مسح الصبح الاحساس اللي انت بقولهولك ده بتحدد نوع بشريت مش معنى اول مسح الصبح عشان انت تقولي الليل نايم ايوا ولا بتمسح ولا فوطة ولا منديل ولا فيه مثلا تعرض لشمس ولا ارهاق مثلا بتجري ففيه عرق ففيه افراز دهون طبيعي بيطلع اثناء ممارسة الرياضة لا وانت نايم بيبقى فيه قدر 8 ساعات محترمين حضرتك هادي في حالة السكون فهنا بعرف ابتدي اشوف الخلايا افراز الدهون بتاعها بيبقى دي كويس فيه طبعا نوعين تانين اللي هي العادية وفيه الجافة الجافة خالص الجافة خالص دين هي بيحسوا الجفاف شديد جدا 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 في البشرة في البشرة بالضبط فيه بقى بعض الناس بيختلط عليهم الامر وبيقولوا ان انا بشرتي نحة حساسة اه البشرة الحساسة ليست نوع انما حالة ايوا لا بالراحة كم ايوا ما فيش حاجة اسمها البشرة الحساسة فيه حالة حساسية للبشرة بصدر ايه بقى الفرق نفرق ابقى ياما اكون دهنية حساسة ياسا اه ياما اكون دهنية حساسة ياما اكون جافة حساسة اه ايه بقى ايه الكومن اللي موجود او ايه هو الحاجة اللي هي الشائع ما بين الاثنين الاحمرار للبشرة والالتهاب خيس هنا دهنية بيطلع يا حب شباب بيطلع لي فراز دهون كتير بيبقى فيه مسام واسعة فيه بطور سودة كل ده مع احمرار في الجلد مع انها بتبقى ملتهبة حباية شباب بتبقى ملتهبة جدا فيه احمرار زيادة للجلد فيه احتكاك انا ببقى حاسس ان انا عايز اهرش يا دكتور فيه بشرت ياما اكون جافة حساسة يعني بشرت جافة انتعاش افراز دهون كتير مفيش حبوب مفيش الكلام ده كله بس انا عندي البشرة جافة جدا واحمرار كتير جدا وانتهابات كتير جدا كيس يبقى اذا مفيش بشرة اسمها البشرة الحساسة مش حساسة اه دهونية حساسة او جافة او جافة حساسة طيب بعد ما عرفت نوع بشريتي وعرفت ايه هي نوع البشرة بتاعتي وبالتالي هيبقى محتاجة اعرف ايه طرق العناية للبشرة بتاعتي ايه مشاكل اول كل نوع من البشرات دي وبعدين طرق العناية بتاعتي تمام برضو هتلاقي احنا بنتكلم في تسلسل او سيكونس يعني ايه انا ممكن اعرف نوع بالزبط بشرتي من المشاكل اللي دكتورة صارها تقولها طب ايه هي لو انا لقيت حب شباب كتير جدا لقيت بصور سودة لقيت استقوب الواسعة فيه ناس كتير تقول يا دكتور انا بعاني من مشكلة المسام الواسعة تبقى بتبص على نفسها او بيبص على نفسه في المراية فيه مسامات واسعة كتير جدا كل المشاكل دي بشرة دهنية او مختلطة ما هي الدهنية هي المختلطة ميكس ما بين المختلطة ما بين الدهنية والجافة يعني هنا دهنية لكن هنا جافة طيب اعمل ايه لو انا مختلطة ده سهلة بوسيطة جدا اول مصحة الصبح اروح جايب الدهون كده موزع على كل بشرة وزع الدهون بعمل بالانس اه بعمل توازن في البشرة انا عندي دهون هنا كتير وهنا جفاف طب ما نجيب ده على ده يعني هيحرك بايده كده بس كانوا بيمسح وشه كده بيوزع الدهون لو هو بشرته المختلطة اللي من هنا فيها دهون ومن هنا فيه جفاف جفاف ده اول نوع مجرد بس خمس دقائق على ما يشرب الناس كافية على ما تعمل البريفوس للولاد على ما تنزل الولاد خلاص هي عملت كده بالانس للخلايا الدهنية او الغودة الدهنية اللي بتفرز الدهون للبشرة ده اول نوع دول نوعين كده اه الدهنية والمختلطة يجي بقى الجفة انا حاسس بجفاف الجفاف اكتر او بشرة جفة بتعاني اكتر في فصل الشتاء زي الدهنية والمختلطة عناقهم دايما فصل الصيف برضو الجفة فصل الشتاء جفاف شديد جدا يكاد ان يكون ممكن يقلب جروح يبقى فيه جفة شد طبعا فيه جفة شديدة تقولي يا دكتور انا مش قادرة اعمل اكسبريشنز اللي هي التعبيرات مش قادرة تغمض عينيها مش قادرة تفتح بقها تشققات ممكن تنزل دم كمان طيب نعمل بقى ايه في البشرة دي الجفة مرتباط 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 اهم حاجة مرتباط ايه الموالة تعالى اللي انا اخدها في المرتباط تساعدني على ان انا اعالج البشرة الجفة خاصة فيه فطر الشتاء فيه طبعا موضفة على كتير فيه حاجات طبيعية وفيه حاجات كيميائية خلينا في الطبيعية لقوا او خلينا في الطبيعية جوبة زيت السمسم زيت اللوس كل ده مهم جدا البشرة يعني فيه ستات تحب الوصفات الطبيعية جدا يعني بتحسن ان ما فيهاش كيميكا ليعني وما تهدلش ببشرتهم وفي النفس الليك بتكون ارخص شوي تكليفته اقل وفيه حد عندهم اللي عارف اللي هو ايه حب الوصفة الطبيعية يعني انا ممكن الاقي واحدة جايبت كل الحاجات الكيميائية متميزة في النوع ده الوصفات اه يعني الوصفات الطبيعية الست بحكم وقفتها في المطبخ دايما عارفت عايزة تجرب من هي بتحطه اه ده يعرفوا ان يعني ساعت ناس تقول وصفة الرز حلو قوي اه للبشرة والكولوجين اه الوصفة الرز يعني هيلة جدا من الشعر وكسفت الشعر وللبشرة وبيعيد افراز الكولوجين فتلاقيها معاها منتجات ما حصلتش وكلها مستوردة مسك الرز بستعمل مسك الرز مسك الرز هي الطبيعية دايما جدا يعني احنا ما نقدرش نستبدل ابدا الكيميائي بالطبيعي الا في حالة لو انا عندي مشكلة كبيرة وبعالجها وعايزة بقى حافظة على النتيجة الوصلتها بكمل بالوصفات الطبيعية مسك الفراولة ايه ما هو مسك الفراولة هو سكروب عشان البصور انت عارف ان الفراولة بيبقى فيها زي بصور صغيرة فبتفرج بيها البشرة فبقدر اشيل الخلايا الميتة الخلايا الميتة على سطح الجلد هي دي تلتمنى المشاكل هي اللي فيها الحباية هي اللي فيها التجعيد هي اللي فيها الخطوط الرفيعة لعلامات تقدم العمر هي فيها كل المشاكل فانا وإذن ان انا طلعت الطبقة دي او تخلصت منها انا كده خلاص هيطلع لي بيبي سكن طلع لي جلد جديد خالي من عيوب اذا ماسك الفراولة ده بيخلي البشرة موردة كده كله كله كل انواع البشرة كل انواع البشرة لانه سكروب السكروب دي خطوة مهمة جدا 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 ده في البداية اه في البداية كده هنتكلم عن الخطوات العناية لكل البشرة دلولة كويس طيب في نادة تشتكي من من ضد مشاكل البشرة استخدام الليزر اه وانا دخلت في الحتة دي هي اه ممكن مالهاش علاقة قوي بال بالعكس بيجينا مشاكل كتير اه بيجي مشاكل كتير قوي ده الليزر ممكن يعمل ايه في البشرة بص احنا خلينينا اتفق ان الناس بياخدوا لكلمة الليزر كلمة عامة وشاملة هو الليزر انواع فيه حاجة اسمها الهير توفر اللي هو ازالة الشعر بالليزر فيه حاجة اسمها فراكشن الله ان انا بعالج مشاكل البشرة الضنية ففيه أنواع كتير الليزر انة نوع الليزر ده فيه الليزر بيعالج فيه الليزر ممكن اكون بشين المشكلة بس ممكن يعلمني بعض المشاكل يعني سيهل هي الريموفل بعض البنات بتشتكي في غمقان في المناطق اللي اتعرضت لي النبضات وبيبقى لحلها موجود أنا بدل ما استنى يبقى عندي مشكلة لا والله انت حد شكل بشرتك دهني حساس أو جاف حساس فانت لازم تستعمل المنتج ده عشان ما نوصلش المشكلة نقول انه فيه غمقان فيه ليزر علاجي للكيلويد والسكارز اللي هم الناس اللي عندهم ندبات أو حروق فالليزر بيعالج فعشان كده الليزر لا دايما بيبقى انا عايز اعرف ايه اللي سكوب اللي انت بتكلمي فيه هل انت الليزر اللي انت عايزة تشيلي مثلا لحب الشباب هتعالجي بعد دايما الاكمس كين دايما بعده بيبقى فيه مشكلة لو بعد الحباية ما بتروح بيبقى فيه نقطة غمقى أو فيه بثور سودة أو فيه مسام واسعة فهنا برضو بيبقى فيه علاج بس انا دايما مشاكل البشرة دايما بيبقى فراكشن الليزر وحلوة جدا بيجيب نتيجة حلوة جدا طيب ايه المشاكل بقى اللي ممكن الناس تقابلها لما بتعمل الليزر المشاكل انا مركز على المشاكل في المشاكل دي تحديدا احنا قلنا في الهير موفل اه الهير موفل احنا قلنا المشاكل غمقان الغمقان اه فيه بعض انواع البشرة لما تعرض لليزر كتير في مناطق الجسم مش شرط منطقة يعني فيه ناس تقول مثلا الاندر ارم فيه ناس تقول لا يا دكتور الايد أو الرجل أو كده لا هو ممكن يكون الغمقان في اي منطقة عمتا فدايما الغمقان ممكن تستعمل منتجات دوري ما هي بتعمل الهير موفل ما توصلش لمرحلة الغمقان كويس طيب دكتورة سارة قبل ما نكمل معنا اتصل تليفوني السلام عليكم السلام اهلا بيك افضل اهلا بحضرتك اهلا بيك افضل كنت عايز اكلم دكتورة سارة دكتورة سارة محركة افضل وحسبينا وحسبينا انا فرحت اوي ان هذا لما شفتك على الفاسة اخيرا فينك حبيبتي ربنا يخليك موجودة ان شاء الله ربنا مش يطع يعني اطلتي عليكم ولا اطلتكم علي مرسي نا عايزيني شوفك اكتر من كده بجد وحسبينا وفي اسئلة كتير اوي عايز اتقالهالك مش عارفة ابدأ بايه ولا ايه بس اللي عايز ابدأ به ان انا عايز اتقلك على كل وصفات الشعر اللي دي تهاني حقيقي انا كان شعري بيزيع مني تماما تماما ودلوقتي اتحسن جدا 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 وانا متابعك على صفحاتك ومتابعك في كل لو في استفسار استاذن حدريك لو في استفسار يعني عشان وقت البرنامج اه كان مرسي بكلامك الجميل اتفضلي كنت عايزة اعرف اه لو لو بصريتي فيها تشققات وفيها بعض الاسمرار في الخدود كده اقدر اعمل ايه علشان ال بشرة الجافة بشرة الجافة دهنية دهنية تمام خلاص هجاو خادرتك على طول بصي احنا نسألنا نسألها اسمها ايه بس مرسي على الكلام الجميل انا بشكرة جدا لاتصالك ودكتورة صارة هترد عليك دلوقتي اه هي مشكلة التشققات او المناطق الغمقى هي ما بتحطش سان بلوك ما بتنزلش الشارع او تتعرض للشمس لازم احط لسان بلوك سان بلوك ايه بيبقى فيه انواع طبعا بيبقى فيه حاجة اسمها فليود وجيل وكريم ده يبقى كوردنج ايه او تابع لنوع بشريتي هي بشريتها دهنية فهي لازم تستعمل اي سان بلوك فليود او جيل يعني الفورمولة بتاعته تكون يا فليود يا جيل عشان يكون مناسب لها وطبعا الاسمرار تستعمل اي منتج تفتيح بالليل والصبح لازم بعد ما تخسروا الشهر يكون في ايه مادة يرفع على اللي في ايه بالليل ممكن يكون فيها الهايدروكورتين فيها مايلوكين فيها الفا هيدروكسي أسد فيها البلو باريز يعني وصفات طبيعية يكون فيها سليسيليك أسد يكون فيها لكتك أسد جلايك روليك أسد يعني اي احماض فواكه لان هي ده اللي بتساعد على التأشير وفي نفس الوقت بترتب بعد ما بأشر المنطقة الغمأة اللي هي مش عاجبيني بس دايما اكون حريصة على اي كريم تفتيح لانا استعمله بالليل والصبح لازم احط لسان بلوك طيب خلنا ناخد صوت الفوني كياني ام بسانت اهلا بيك علي السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته اهلا بيك ام بسانت فيه سمران حوالين بقاها كده دي مرة واحدة فجأة كده ومن برضا كان عند الانين بقى الزمأين ده بدأ طبعا نسبة الانينية عندها يعني معقولة مش الانينية وكده ليه السمر اللي تحص تحت عنيها يبتنسك التلفرون دي كي لفترة جامد دكتور ده ده من الموبايل بتاحك كثير او تمام انا عايزة بس يعني مشكلتها سمر حوالين الفم وتحت الانين اه تمام اه اه مشكلت دايما البنية الصغيرة التغذية ما بتكونش سليمة او 19 سنة التغذية ما بتكونش سليمة ما باخدش حديد كفاية هي بتقول ان هي مفيش انامية اه مفيش انامية بس انا كنت عاوزة اسألها هل عملت تحليل او لا ممكن تكون من فترة وممكن تكون المشكلة كانت في بداية ظهورها وما جدتش التحليل بعد ستة شهور والمشكلة زادت فهي لازم برضو تعمل التحليل تاني وتتأكد من نسبة الحديد في الدم كويس جدا لازم تاكل خدار كتير جدا تستعمل منتجات تفتيح بالليل زي ما انا لسه ايلها لمتصل قبلها بس لازم تحطه على المناطق اللي حوالين الفم تحت العين لازم استعمل منتج اي كونتور المخصص للعين ما ينفعش اي منتج تفتيح بشرة او جسم احطه تحت العين لانها منتجها حساسة بلس ان هي بتقول بتقعد قدام المبايل كتير ده سبب مهما حطت في كريمات ومشيت على كل اللي انا قلته لها هتفضل السواد تحت العين لان التركيز موجود بساعات طويلة جدا قدام التلفزيون والموبايل وبنخلي مامتها تاخد منها الحليفون لازم اه او اش عايزين نعمل كده عشان برضو احنا في وقت ديق والولاد مخنوقة في البيت والله يكون فعونهم وهما معينا بيساعدونا في الوقت الصعب الكورونا فخلينا نقول نعمل تايم ونبتدي ان هي تشوف لها حاجات تانية تسليها يعني ممكن تخليها تعمل شغلية دوية شوف لها تالنت معينة موهبة معينة تستعملها فيه بنات بتحب تعمل اكسسوارات تعمل هيكون تركيز مختلف وبعيدة عن وفينا شطات مختلفة قصدك عشان ان هي وقتها كله مايروحش على الانترنت بالضبط مش حكاية الانترنت بس هي الموبايل واللايت اللي طالع اصلي دي يو في يو في ريز الاشياء اللي طالع من الموبايل او من عمتا من الاضاءة دي كلها بتضر البشراص فلازم لازم لازم احنا نبعد السبب الاساسي فلاز ان هي تشوف لو هي ممتها عال عندها الهالات السودة ولا لأ عشان تكون وراسية او لأ وتهتم من دلوقتي لها كويس شرب الماية كتير شرب الخضار كتير الحاجات التازة عموما ووسفات طبيعية ايوة نجيب معلقة زيزة تون ونجيب معلقة زبادي ومعلقة عصل ابيض وتحطه على عينيها وتسحى الصبح تغسلها طيب خلنا نأخذ صوت تليفوني والست زماء اهلا بيك السلام عليكم وعلكم السلام اهلا بيك ممكن اكلم الدكتورة سهلا الدكتور عمو حضرك اهلا بيك اتفضلي اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا بيك بقول لحضرتك انا عندها هلات سودة تحت عينيها عندك انيميا عندك مشكلة في الغدة غدة الدرقية عمالك التحليل قريب وتحليل سور الدم كاملة استأذنك يا استاذة مهة اتوات بسودة تليفزيون بس استاذة مهة يا استاذة مهة حاضر حاضر طيب بقول لحضرتك عندي هلات سودة تحت العينيها ايوة عملت التحليل تحليل سور الدم كاملة من فترة او تحليل غدة من قريب ايوة عملتهم ما فيش اي حاجة فيه طيب كويس الهلات السودة ممكن تكون نتيجة انت بتصهاري كتير ممكن تكون بتشربي شاي وقهوة كتير استعميني اي كريم كوزموسيتكا يعني علاجي لتفتيح الهلات السودة او المنطقة تحت العين اهم حاجة تتأكد ان المنتج ده مكتوب عليه طيب هنقفل معها ونشرح لها تسمعنا من التلفزيون افضل انا بشكرك شكرا جزيلا للتصالح لك سفضلي دكتور لازم تستعملي كريم محيط العين يعني مش اي منتج تفتيح موجود عندي على التصريحة او نفس الكلام ونعمل الوصفة الطبيعية ممكن نعمل كمان الكمادات الشاي يعني بعد ما تخلصي شربك كوباية الشاي بعد الغداء ممكن تحطي فيها اطنتين وتحطيهم على عينك لمدة ربع ساعة حلو جدا البافنس اللي هي انت في خد تحت العين ولله الهلات السودة وطبعا المسك الزبادي والعسل الابيض حلو اقوي له الهلات السودة اه والفراول ده سكراب للبشرة كله ده اساسي ده اه بس سكراب دايما ما بنحبش نحطه حوالينا العين كويت عشان الاحتكام كويت دكتورة سهراء هو الوقت بيجري بس انا هو الوقت بيجري دايما انا بشايف من وجهة نظري انه اي مشاكل للبشرة غالبا بيبقى في مشاكل جوه الشخص نفسه ممكن مشاكل في الجسم بس هو اللي ظاهر البشرة او بالاخر خالص الدنيا بتبهد الجوه و بتطلع على البشرة دايما انا بقول البشرة والشعر مرآة لمرايا للجواه دي مرايا للجواه فدايما بقول ان دايما بتدي بالعلاج اللي جوه مع اللي برا ممكن ايبهد أقلي جوه يبهد للبرا كده حاجات كتير أشهرها أشهرها رأس الحديد في الدم نقص فيتامين دال معظم السيدات في مصر عندها نقص في الحديد في الدم والأطرال عشان ما نهتمش بالتغذية وبنحب نجيب لهم الفاست فود على طول تكاوية وحاجات جون سلسية ومن بهدلهم فيتامين دال يمكن الناس كتير مش مهتمة فيتامين دال لو أنهم مهم جدا للكالسيوم للكالسيوم وللشعر والبشرة الهرمون الغداء الغداء الدرقية برضو ده ممكن كمان يسبب وزن أو يسبب زيادة في الوزن وممكن واحدة تكون بتعمل ضايت وبتعمل رياضة وما بتنزلش في الوزن فهرمون الغداء الدرقية مهمة جدا الفايروكسل طريق سعر تقريبا وقت الحالة في وقت الفقر تحتنا انتهى جري فقبل مختم الفقرة عاوز نصايح من ديها لسهد المشاهدين لكل نوع من أنواع البشرة وإزاي يعتنوا ببشرتهم صفات طبيعية وبسيطة هقول في عجالة كده سريعا هما سبع خطوات للعناية لأي نوع بشرة لازم أول مسح الصبح أخسر بشرتي بالنوع بالغسول المناسب لنوع بشرتي بعدها لازم أعمل تونين كويس يعني أقبض المسام أستعمل تونر كويس وفي بعض المنتجات بتبقى كلينزر وتونر غسول وقابض للمسام في نفس البوتل أو في نفس المنتج لازم بعدها أحط كريم الترتيب المناسب لنوع بشرتي أي إن كان نوع بشرتي لازم أستعمل كريم الترتيب بتاعها وحط كريم النهار وما نساش أحط السام بلوك وأنا نزل الصف وبالليل أحط كريم الليل أو أعمل الماسك وسكراب مرة أو مرتين في الأسبوع دكتورة سر المهدئة خاصة تأخذي لعليك عن البشرة الشعر أنا بشكرك شكرا جزيلا فيه اتصالات كتير كنت أتمنى أن ناخدها ولكن الوقت يعني ما ساعدناش إن احنا نعمل بات إن شاء الله نعمله في حلاقة قادمة أخرى إن شاء الله بس إن شاء الله في كل مكان دايما أنا زي ما قلت في نهاية الحلقة إن مشاكل الجسم هي في النهاية هي اللي بتطلع على البشرة قبل ما تعالج البشرة بتاعتك وإنت بتعالجها لازم تشوف إيه المشكلة الرئيسية أو الأساسية اللي مسببة المشاكل دي يعني فيه ناس كتيرا بتاخد طريق طويل أو لاين طويل جدا فيه علاج البشرة والشعر ويا سايب أصلا المشكلة الأساسية ممكن مشاكل في المعدة ممكن نقص في عيتامينات معينة في الجسم ممكن مشاكل أو الترباط نفسية بتسبب بعض ألام أو بعض مشاكل البشرة إن شاء الله الفقرة الجاية هي فقرة مهمة جدا هي هنتكلم عن فيروس كورونا إمتى هينتهي؟ مكمل معنا شوية ولا هينتهي في أقرب وقت هيكون معايا الأستاذ الدكتور سامير عنطر مدير مستشفى حمية الباب السابق فانتظروا